وعودة جديدة في فيديو جديد في فيديو اليوم راح أكون برسم شخصية مولان بناء على طلب أحد الفانزين في الكرعة كانت الكرعة إحنا كل مرة بنعمل كرعة في بث مباشر وفازت معنا هاي الشخصية طبعا شخصية مولان هي شخصية من لعبة وليس من أنيمي شف أولا لما فتحت على الصور شفت إنها 30 أبعاد فقررت أني أرسمها بأسلوبة الخاصة اللي هو أسلوب الفان آرت بأسلوب الأنمي طبعا مشان يسهل على المبتدئين عملية الرسم الهدف بالقناة إنه إحنا نساعد المبتدئين أكثر وأكثر إذا بدي أرسم الشخصية الطبيعية مية بالمية راح تستقرك معاي كثير وقت الرسومات اللي فيها أشياء ثلاثية أبعاد وطبيعيات كثير كثير يعني جدا مكلف للوقت الفيديو بلاش إنه يصير المشاهد يمل من الفيديو فقلنا خلينا نحاول نرسمها بطريقة مبسطة وزي ما تقوله أسلوب فان آرت يعني أسلوب فان آرتي أنا بشكل حصري يعني في القناة وخلينا نشوف كيف النتيجة النهائية راح تطلع بداية أنا أثناء الحديث كنت برسم العينين بهذا الشكل حابب أحكي بس ملاحظة صغيرة اللي هو بخصوص القناة والجودة وإلى آخره طبعا أنا بستخدم كاميرا كانون HD ساعتها مش 4K فمشان هيك أحيانا بتشوف الخطوط معنا مش بالتقنية العالية هسا للي بعانوا من مثلا الضوء العالي أو بعانوا من تغمز الشاشة في خاصية في اليوتيوب ببتكاروها جديد اللي هي خاصية تكبير الشاشة وإنت تتفرج على الشاشة بتقدروا بأصابعكم بتلفون اللمس التوتش تكبروا سعة الشاشة مشان تعرفوا تشوفوا الخطوط المنيح وهذه ميزة كثير كثير ممتازة وكمان بنصحكم إنكم ترسموا من يا لابتوب يا من آيباد تابلت إش المهم يتكون شاشة حجمها كبير ما يكون موبايل حجمه صغير كثير مشان يسهل عليكم عملية الرسم بالخطوات أثناء الحديث كنت برسم العيون العيون رسمتها دائرية بعدت مسافة بسيطة عن الحاجبين والعينين بهذه الطريقة زي ما أنا شايفوا بالصورة عيونه لو كان أنمي بيجوا حادات حاولت أعمل العيون حادات بقدر المستطاع بقوم الآن بمد خط الخطوط على حواف الوجه وعلامات بسيطة وعلامات الأنف طبعا الأنف برسمه مقرب للواقع مش عشاكي الأنمي زي ما أنا شايفته بالواقع بقوم الآن برسم الفم حاب أحكي بس ملاحظة صغيرة يمكن الصورة اللي أنا بنكل عنها مرسومة بأسلوب الفان آرت كمان برسم الآن الثم شفت إنه الثم اللي أنا بنكل عنه صغير في بعض الصور لشخصيته الأساسية بيكون الثم أكبر نسبياً من الثم اللي رسمته مع الوقت بغيره في الفيديو إن شاء الله بس هيكي كبداية بقوم الآن برسم خطوط الوجه وبقوم برسم الفك بهذه الطريقة برفع الخط الآخر من الفك فكه بيكون طويل الشخصية وسيمة جداً على فكرة كثير حلو الشخصية وبنفس الوقت ضخم قررت إن أرسم فقط الوجه لأنه هو ضخم يعني يعني فيه تفاصيل كثير دائماً ألعاب الفيديو كيم اللي بيشتغلوا عليهم واللي بيصنعوا هاي الشخصيات كثير بيطعبوا في تصاميمهم كل إشي بصنعه كل إشي بصنعه بركبه بالشخصية زي زي ألعاب جنشن وزي زي ألعاب وغيره من كثير ألعاب كمان بالأخص ألعاب الفئة الانيميشن مش الانيميشن الانيمي الياباني أثناء الحديث بقوم الآن برسم خصل الشعر بهذه الطريقة ارتفاع الرأس كمان شوي بقوم بعمله بقوم الآن برسم ارتفاع الرأس بهذا الشكل ومد الخصل بالاتجاه الثاني نفس الشيء على هوا ما أنا شايف بالصورة زي كأنه مرجع شعره من هان لورا بقوم قبل ما أكون برسم الخصل اللي عند الرقبة بقوم برسم الرقبة وبعد ذلك بمد الخصل بكمل هان بعد الخصل مشان خمكت شوي الخط عشان تشوفه عن الجنب بمد الآن خصل الشعر اللي عند أسفل الرقبة بعل شوي من الشعر بقوم الآن بمد اللي هي الكبة اللي لابسها الكبيرة هي الكبة الموجودة بالصورة اللي أنا بنكل عنها حجمها أكبر نسبيا من اللي أنا عملتها لكن أنا عملتها بتعرفوا مشان يوسع سعة خلص خلص بكفة أيوة يما فكرت بدي أشوش بغضا مررة أقول الكاميرا مشوشي معي الكاميرا مشوشي معي لا لا أكل شي تمام الحمد لله بقوم الآن بمد اللي هي زي ما قلت لكم الكبة ظغرتها نسبيا مقارنة في اللي موجودة بالصورة لأنه يعني ما شاء الله شخصية تصميمها بالصورة ضخم ضخم يعني بتحس راسه صغير وجسمه ضخم بقوم الآن برسم فيك سوار حديدة في هذه الطريقة غيرت الإضاءة مشان يكون الخط معي واضح أحيانا بيكون مخي موسوس بقول طب أنا خايف الخط يكون خفيف لأنه صعب علي بعد كل هالمجهود اكتشف إنه الشاشة مشوشة ولا الخط فغيرت الإضاءة بس أجت الإضاءة على صفار والمفروض حطيتها من الأول هيك مشان الخط يكون مواضح معاي أكثر لكن مش مشكلة مش بطالة طبعا مديت هنا زي مش عارف حديدة هيك ممدودة وزغرتها كمان الحديدة معينها الحديدة مبينة في الصورة الأصلية ضخمة بس بدي كل شي يوسع في الكراس خلص اختصرت كنت خلي فان آرتي هيك يمشي بمدي الآن خط الركبة الكتاف عفوا مع اكسسوار خفيف بهذا الشكل بمسح خصل الشعر اللي هي أسفل وزي ما تشايفين هيك الصورة خلصت معاي فقط يعني ما حطت إضافات كثير ما حطت إضافات زيادة أنه خلص بديها تكون سهلة ومناسبة كمان لوقت الفيديو وبعدين يا كاميرا ظلي غمزة وبعدين أخ بتجلط الله يصبرني معها الكاميرا مش عارفة أنت تجيب كاميرا جديدة لمشكلة مش عارفة فيش محلات ببيعنا ذيالنا كله بعيد فخر الدنيا أنا مش عارفة عشو بتفرج طبعا كنا أبصر في شو بتقطع هاللقطة آه كنت هنا أكون برسم الندبة اللي عند عينه في عنده عند عينه ندبة هاي بس برسومها هيك بعلمها تعليم فقط بالرصاص ولا ما بخططها لأنه بالتلوين فقط بعملها طبعا هنا أخرى لاحظت إنه الثم كثير مصغره الثم وقبل الثم في عنا العيون شوي بس بعدل منهن شايفين زي تعديلات بسيطة بهود الخط لتحت ابني بزاوى علي كاعد بحط الخط لتحت والفم كمان بكبره شوي لأن اتطلعت على صور ثاني من اللعبة أنا نسيت إنه أنا بنكل من فان آرت فمشان هيك لا أكلت خلينا أكون دقيقين شوي ونكبر سعة الثم بهذا الشكل زي خلص خط بهذا الطريقة اللي هو لتوسيع الفم إشي بسيط شخصية بتشبه سنجي على فكرة طيب بقوم الآن باستخدام الممحات المعجون وتخفيف الخط مشان أستعد للتخطيط الصورة طبعا زي ما ذكرت لكم ثلاثية أبعاد مش مخططة مقربة للواقع لكن أنا بدي أخططها مشان يسهل على المبتدئين الرسم لو بدي أستخدم بأساليب ثلاثي أبعاد إن أكون برسم الصورة رح يستغرق معاي وقت طويل جدا فأقولت لأ أختصر على حالي مع إنه طاقتي راحة كثير وأنا لون في الوجه بخططها باتركش ولا إشي فيها بهذا الشكل وبنتكل لفقرة التلوين طبعا شايفين الشخصية كيف مفصلة تمام باقوم الآن بتلوين الوجه باللون البيج قطبقة أولى باستخدم اللون البيجي الأغمق وباقوم بتضليل أجزاء من وجهه بهذا الشكل باستخدم اللي هو اللون البني المحروك وكمان عمل ضلال أغمق من هذا دخلت عدة طبقات يعني حاولت كمان وأنا ألون في أكرب ولاثة أبعاد للواقع باستخدم اللون الأحمر باقوم بوضع بعض الحمار في الوجه شخصية معنى بيضاء ففيها هيك حمرار كمان في بعض مناطق الوجه باستخدم اللون البني المحروك أنا حسيت إن جبت العيد بس قلت لا كل شي تمام بحط بعض الضلال والفتاح باقوم بتلوين الحاجبين بهذا الشكل ونفس الشيء يعني برش الثورة طبعا أنا أكيد رشيتها قبل ما أكون بالتلوين العيون مشان أكيد ما توصخ الكراسة لأنه هذا باستيل يعني باستيل فحمي كله طبعا هنا مديت بعض أيضا الخطوط الغامقة بهذا الشكل حبيت إنه الصورة تكون معانا زي منطقة غامقة ومنطقة فاتح حطيت الآن اللون الأشقر على راسه اللون الأصفر الذهبة وباقوم باستخدام اللون البني ولعمل الضلال في الشعر بهذه الطريقة وباقوم الآن بتلوين الزي ما بين السكنة مموج مع الأزرق مموج مع الإشي اللي لابسه بيكون مموج في الصورة معاي فمشان هيك احترط شو بدي ألونه فألونت وشو حطيت له الألوان الملائمة بهذا الشكل يعني ألوان مخففة مش اللي يغضى كثير كثير معجك بعدين باقوم برسم بعض خطوط اللحية بهذه الطريقة وباستخدم الآن هاي زي ما قلت لكم بس الندبة بحطها بالتلوين وبعض التفتحات على البشرة وآخر شيء باقوم بتخطيطها بهذا الشكل عشان تبرز معاي الرسمة وهذه النتيجة النهائية لشخصية مولان رسمتها بأسلوب الخاص له أسلوب الفان أرت بتمنى أن أتنال إعجابك يا فوريو والله ما ننسيت شو اسمك بتكتبوش أسميكم بتمنى أن أتنال إعجابك بتمنى أنك ترسمها أهم شيء هانا عملت بس تخطيط لفتحة الثم بس أيوة وهكي وصلت لنهاية الفيديو ما تنسوا توقيعكم الفني أنا اسمي هيا وبتمنى أنه ترسموها ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة درو وأبدع ليأتيكم كل ما هو جديد وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي وسلام ترجمة نانسي قنقر